حقق مصطفى عمر لعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات دفع الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر نجح مصطفى عمر في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 20.52 مترا في المنافسات التي أقيمت مدينة وهران بالجزائر كما حققت إسراء عويس لعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات الوثب الطويل بعد تحقيق مسافة 6.54 متر في المنافسات